بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن الحق سبحانه وتعالى قد خاطب سيدنا ونبينا محمداً صلى الله عليه وسلم قائلاً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ هذا الوصف المنير الذي استفاد منه العلماء الكرام أن الشرع الشريف كله رحمة وكله إنسانية يؤسس لصناعة الجمال ويدعو إلى ثقافة المحبة والسلام ويرسخ لكل ما يؤدي إلى التعاون وصناعة مجتمع زكي طاهر يرتبط بعضه ببعض القرآن الكريم يؤكد على صفة الإنسانية وصفة الرحمة الشرع الشريف لا يعرف خشونة ولا يعرف تهجماً ولا يعرف تقطيب الوجه وعبوسه وإنما يدعو الإنسان دائماً إلى أن يبتدأ الناس بثقافة الابتسامة بطلاقة الوجه لأن هذه الثقافة ثقافة الابتسامة تدل على نفس زكية لا تحمل أي كراهية أو بغض أو حقد أو حسد أو ما شابى هذه الردائل تدل على نفس تتسم صاحبها بقيم الحب والرحمة والسلام والإنسانية والألفة والمودة والتعاون وما شابه هذه الفضائل الإنسان الذي يبتدئ الآخر بثقافة الابتسامة يغرس له مكاناً في قلوب وعقول كل من يتعامل معهم على مدار مراحله العمرية حتى ينقضي أجله في هذه الدنيا ثقافة الابتسامة هي من القيم الأخلاقية الرصينة التي دعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ليكف انهيارنا في الشرور والمفاسد والقبح جاء ليأخذ بأيدينا إلى صناعة الجمال وإلى كل ما يحقق الخير في هذا الكون ولذلك علّل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته بالقيم الأخلاقي إنما بعثته لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق بل بيّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يتفاوتون في كمال إيمانهم يتفاوتون في الكمال من هو أكمل المؤمنين إيمانا؟ بنص كلام سيدنا رسول الله يبرز لنا أن أكمل وأفضل المؤمنين إيمانا؟ أحسنهم خلقا؟ كل منا يبحث عما يثقل موازينه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثقل ما يوضع في الموازين يوم القيامة حسن الخلق بل إن صاحب حسن الخلق يعني يصل إلى درجة صاحب الصلاة وصاحب الصوم كما ذكر لنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم وأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين حتى قالوا من يا رسول الله؟ فكانت الإجابة أحسنكم خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو الله بذلك فكان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا بما يحب إذن نحن من خلال القيم الأخلاقية نستطيع أن نحقق الكمال في الإيمان نستطيع أن نثقل موازيننا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل نستطيع أن نجعل اسمنا في قائمة من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قائمة من هم أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تستطيع أن تحقق كل هذا من خلال قيمة أخلاقية لا تكلفك شيئا ولا تعطل جارحة من جوارحك وهي قيمة الابتسامة ثقافة الابتسامة التي تغرس لك مكانا ومكانة في قلب وعقل كل من يقابلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تفارق الابتسامة أبدا حتى إن سيدنا جرير رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما على هذه الثقافة المنيرة التي تؤكد على قيم الرحمة والتسامح والألفة والمحبة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن لك ثوابا عظيما وأجرا وفيرا عند الله سبحانه وتعالى حين قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة ولو أنك أسقط كل الثواب الذي يتعلق بالصدقة لعرفت أن هذه الابتسامة لها الثواب الجزيل من الله عز وجل ولها الأجر العظيم من الحق سبحانه وتعالى فحققوا هذه القيم الجمالية نحن أحوك إلى أن يبتسم الزوج في وجه زوجته والزوجة في وجه زوجها نحن أحوك إلى أن يبتسم الزميل في وجه زميله وصديقه وأخيه نحن في حاجة إلى هذه الابتسامة بيننا جميعا حتى في البيع والتجارة رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتدى فحققوا القيم الجمالية والمحبة والسلام من خلال ثقافة الابتسامة نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم